إلى ملفنا الأخير حيث ألغيت ثلاث حفلات كانت مقررة لنجمة موسيقى البوب تايلور سويفت في فيينا بعد تأكيد الحكومة الكشف عن مخطط لمهاجمة الملعب الذي كانت ستقام فيه وأعلن مسؤولون حكوميون العثور على مواد كيمائية وأجهزة إلكترونية في منزل أحد المشتبه بهم قالت السلطات إن المشتبه به كتب على الإنترنت يمين الولاء لزعيم داعش قبل أسابيع قليلة الآن ينضم إلينا هنا في الستوديو وزير الدفاع النمسوي السابق هاربرت شامبر أهلا وسهلا بك إلى سكاي نيوز عربية مساء الخاية ما خطورة التهديد برأيك حسب المعلومات التي لديك يعني هذا يبدو أنه كان استهداف لعدد كبير من الناس نعم كان هناك متوقع أن يحضر حفل تايلور سويفت 200 ألف شخص وبطبيعة الحال هناك أيضا حول الملعب نحو 20 ألف ومن المستحيل تأمين المنطقة برمتها وهذه المعلومات حول هذا الهجوم الوشيك كان قريبا جدا من تاريخ عقادي الحفل ولذلك لم يكن هناك حل غير إلغاءه المعلومات تقول أنه تم القبض على شاب عمره 19 سنة كتب على الإنترنت أنه موالي لداعش عثر على بعض المواد الكيمائوية هل تعتقد أن الموضوع كان طيش أم تخطيط فعلي وشبكة لأنه حتى الآن ليس لدينا معلومات عن تواصل وتعاون أو وجود شبكة يعني هل هو عمل فردي ليس لدينا الصورة الواضحة برمتها لأن الأمر حديث وجديد يمكن أن نتكهن بوقوع أي شيء لا نعرف ما الذي كان ليحدث لو لم يتم تفادي هذا الحدث المحتمل هؤلاء الأشخاص الذين تم تعرف إليهم تعرضوا لما يشبه بغسل دماغهم لاعتناق الأفكار المتطرفة وكانوا جمعوا مواد كيموية لصنع قنبلة وجمعوا كذلك سكاكين وبعض الأسلحة من أجل قتل أكبر عدد من الحاضرين التقارير تقول بأن التنظيمات الإرهابية تستهدف الشباب جيل زي كما يقال يعني حوالي من خلال الإنترنت من خلال بعض وسائل التواصل الاجتماعي وتجذبهم وتجندهم هل لمستم ذلك في هل النمسا فيها تقارير أو تخشى من أنه في استمالة للشباب للتطرف والإرهاب عموما النمسا دولة آمنة لحسن الحد لكن لدينا نفس المشكلة التي تواجهها دول عديدة في أوروبا لدينا نوعا ما مجتمعات متوازية ولذلك كان هناك أخطاء اقترفت في سياسة الهجرة في السابق وهنا يحدث غسل الأدمغة الكثير من الناس الذين أتوا منذ وقت طويل نشأوا في النمسا ذهبوا إلى مدارسها لذلك من المفترض أن يكونوا مندمجين لكن لم يحدث هذا وهذا بسبب فشل السياسات معهم وبطبيعة الحال هناك عوامل أخرى مثل وسائل التواصل الاجتماعي لكن هناك المدارس والجمعيات الإسلامية كذلك هي دائما تتحدث عن المسلم كضحية وأن هناك تمييز يستهدف الإسلام هناك الكثير من الجمعيات التي هي يسيطر عليها الإخوان المسلمون يريدون نظر عن انقسام في المجتمع وبطبيعة الحال لا يكفي أن يكون هناك سياسات نمساوية وأوروبية من أجل إدماج المسلمين في المجتمعات هناك من يلوم دول أوروبا على أنها استضافت وسمحت لتيار الإسلام السياسي وتنظيم الإخوان بالعمل على أراضي كلاجئين كجمعيات أحيانا هناك أيضا دعم مالي لماذا رغم وجود وتتحدث حضرتك عن هذا الخطر لماذا يستمر هذا الشيء في أوروبا؟ ليس هناك جمعية اسمها الإخوان المسلمين في أوروبا والإخوان المسلمون ممنوعون في النمسا وممنوعون من استخدام شعارهم وكل شيء لكن هم لا ينشاطون بشكل علني هناك جمعيات عديدة تتهموا بأن لها روابط مع الإخوان المسلمين أو تدعموا نفس الأيديولوجية ولذلك هذه مشكلة لكن هناك إشكالية إيديولوجية لا بد أن تثبت بالدليل أن شخصا ما يدعم الإرهاب أو التطرف وهذا صعب للغاية أن يكون هناك دليل قاطع لجلبهم للعدالة أو سجنهم لديكم مشكلة في التعامل مع المجتمعات المسلمة ربما حاولتم في النمسا وفي دول أخرى في ألمانيا مثلا الإتيام بأئمة من تركيا مثلا ثم تم طردهم بسبب قضايا تجسس وغير ذلك لكن من دول أخرى أيضا هل يمكن حل هذه المشكلة داخليا؟ هل يمكن دعم بعض الجمعيات التي نعرفها في فينين في فين هناك ذات يعني جمعيات إسلامية معتدلة؟ النمسا تبدل جهودا كثيرة لتشجيع الإسلام المعتدل ودعم الجمعيات المعتدلة ويمكن القول إن معظم المسلمين مندمجون بشكل جيد وضد كل هذه الجماعات المتطرفة المتشددة لذلك يجب أن نبدل جهودا أكبر لدعم هؤلاء ونظهر هذه الصورة التي تفيد بأننا أم متعددة الثقافات لكن كل شخص يجب أن يحترم التشريعات والقوانين وإذا نقض أحد هذه القوانين يجب أن يعاقب وأن لا يكون هناك قول لا تفعل هذا مجددا وإنما يجب أن يكون هناك وضوح أي واحد يسيء استخدام حريتنا يجب أن يرحل من الدولة أو يتعرض للعقوبات سؤال أخير باختصار الدول الأوروبية عندما الآن تتحدث مع بعض الدول العربية هل تراجع نفسها عندما كانت تنتقد الدول العربية على تعاملها مع تيار الإسلام السياسي والإخوان المسلمين لأنه كان هناك انتقادات من أوروبا الآن هل أوروبا تفهم الآن ربما هذا الوضع؟ أمل ذلك ويجب أن ينظروا إلى نموذج أبو دبي وإلى الاتفاقات الإبراهيمية وذلك البيت الإبراهيمي هذا يشجع على حرية العبادة لا حاجة للعنف أشكرك شكرا جزيلا ضيفي هنا في الستوديو وزير الدفاع النمساوي السابق هيربرت شايبنر شكرا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة